جبت باكوين من الجلي اي نوع جلي تحبيه او باي طعم انا استخدمت النهاردة جلي بالمانجا وضفتهم في بولا هبدأ ادوب كسين الجلي في كباية من المياه السخنة او المغلية زي ما شايفين كده وبعدين ضفت عليهم علقتين كبار من السكر حسب الرغبة طبعا لو حبت زودي او تقليلي ضفت بقى كباية المياه السخنة وهبدأ اقلب فيهم الخطوة دي طبعا مهمة جدا ان احنا لازم ندوب الجلي كويس جدا مع كباية المياه السخنة او المغلية اللي احنا دفناها لازم نتأكد ان الجلي داب تماما معنا وبعدين هنضف له كباية من المياه السقعة بعد طبعا ما دوبنا الجلي كويس جدا وتأكدنا انه داب كويس هضيف بقى عليه كده كباية من المياه السقعة وهدوبها برضو كويس جدا لحد ما اتأكد ان هم اختلطوا كويس وبعدين هضيف علبتين من الزبادي اي نوع زبادي تفضلي بلدي او زبادي شركات ضفت كده علبتين يعني لكل كيس جلي بنضيف علبة من الزبادي وانا ضفت كده علبتين عشان طبعا انا مستخدمة كيسين من الجلي وهضيف معلقتين كبار من الكريم شانتي وده اختياري لو حبت ضفيق او مش حبه بس طبعا بيدي طعم كمان احلى هقلب بقى المكونات دي كويس جدا لحد ما يختلطوا تماما ممكن طبعا تستخدمي الخلاط وتخلطيهم كويس جدا بس انا كده بسهل عليكي الوصفة وفي سواني كده هتكوني عملتيها اهم حاجة بس دويبي كده كل المكونات مع بعض واخلطيهم كده كويس جدا ولما تتأكدي خلاص ان هم اختلطوا كويس جدا هبدأ اصبهم كده في حاجة تسهل علي بقى لما اجي اصبهم في الكبيات وانا استخدمت هنا الكبيات دي ممكن تستخدمي اي حاجة او اي كسات اي اطباق زي ما تحبي وهبدأ اصب فيها كده الجلي زي ما شايفين عملوا معي كده خمسة حجمهم كده كبير ما شاء الله وهغطيهم وهحطهم في الفريزر لحد طبعا ما يتمسكوا او ممكن برضو في التلاجة وبتقدميهم بقى بيبقوا طحفة جدا طعمها حلو قوي زي ما شايفين كده ما شاء الله طحفة مغزية جدا كمان للاطفال وكمان طعمها حلو قوي ضيفين فيها زبادي لو الاطفال طبعا مش بيحبوا الزبادي او الالبان مش بيبان طبعا طعم الزبادي خالص طعمها بجد بيبقى طحفة جدا طحفة كمان قوي في الجو ده بترتب كمان قوي كده ومنعشة اتمنى بقى تجربوها وحتعرفوا قد ايه هي طعمها حلو جدا كمان سهلة جدا ومكوناتها بسيطة في دقيق كده هتكوني حضرتيها اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها ان شاء الله ما تنسيش بقى لايك للفيديو ولو اول مرة بتشوفيني يساعدني طبعا اشتراكك في القناة ومتابعتك دايما اسببكم في رعية الله السلام عليكم